موسيقى الله أعلن عن نفسه في الخليقة وأعلن عن نفسه في الكتاب المقدس في صفحات الكتاب المقدس ندرس عن صفات الله وعن طبيعة الله نعرف أمور عجيبة وكثيرة جدا عن الله لكن الإعلان كان يتدرج نوعا فنوعا يعني هذا النور كان يتزايد يوما فيوما إلى أن يشرق إلى النور الكامل ويسطع وهذا طبعا من خلال شخص يسوع المسيح مكتوب في الرسالة إلى العبرانيين الإصحاح الأول من الآية الأولى الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه أي يسوع المسيح كلمة الله في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء الذي به أيضا عمل العالمين الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطيانا جلس في يمين العظمة صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم من هذه الآيات نستنتج ونكتشف أن يسوع المسيح هو الإعلان الكامل هو الإعلان النهائي أي لا إعلان بعد هذا الإعلان إذا الله تحدث بواسطة الأنبياء الكثيرون في نهاية تحدث من خلال ابنه شخص الرب يسوع المسيح والذي وهو جوهر رسمه وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته الرب يسوع المسيح فهل نحتاج إلى إعلان بعد إعلان الرب يسوع المسيح من خلال شخصه إن كلمة الله المكتوبة تقودنا إلى كلمة الله المتجسد إلى يسوع المسيح وهذا إعلان عظيم جدا في العهد الجريد هذا الإعلان هو من خلال شخص فكل الكتب وكل الديانات تدور وتتمحور حول شرائع وحول نوميس وتقوس وفرائد وحول وصايا لكن المسيحية تتمحور حول شخص وهذا الشخص هو الرب يسوع المسيح الحي الذي جاء في ملء الزمان اتخذ جسدا وتأنس والذي مات على الصليب وقام من بين الأموات وهذا يعطي شرعية ومصداقية للرسالة المسيحية أننا نتحدث وأن المسيحية تتمحور حول شخص حي له القوة أن يغير وله القوة أن يحرر وله القوة أن يصنع المعجزات أن يشفي وأن يخرج الشياطين وله قوة أن يكتب اسمك في سفر الحياة وله القدرة أن يعطيك الحياة الأبدية اشتركوا في القناة